نروح للقاء ايضا اخر مع زميل عزيز خالد رزق من مباشرة من استاذ بيتر سبورت مواحد من المجدين في هذا اللقاء ومحرز الهدف الثاني اللعب عموري اللي حل بديلا فيه احداث هذه المباراة اتفضل يا خالد واكيد بك الكلمة الان برحب بك زميل عزيز محمد غانم بعد فوز الجنب هدفين مقابل شيء على استرين كومباني خلال نراحب بواحد من نجوم المباراة عموري وصاحب الهدف الثاني يعني عموري برحب بك لونتام سبورتس بعد نزولك يعني الاداء اختلف قدرت تحرز هدف النهاردة اكيد يعني عودة لك جيدة جدا في احراز الهدف اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ممس عليك وعليك كبيرت والضيوف الكرام يعني الحمد لله يعني ربنا كرامنا كان مكسب مهم جدا كنا نزلين موضش كم موضش مهم جدا بالنسبة لنا عايزين ناخد ثلاث نقاط نبقى سبعة نقاط نبقى في نص الجدول تاني ما نبقاش بعد زي ما شفت كده كابتن رضا نزلنا نزلنا احنا التلاتة مع بعض زي كان انا وبيكلي وكريم عشان نجمل الشغل الرجالة كلها عملته في الملعب الحمد لله يعني الهدف ده تكرم من عند ربنا يعني بشكر ربنا عليه يعني اكيد فريل جونة بعد مباراة سابقا كان النفسيات منخفضة نسبيا النهاردة في الشوط الاول كنتوا مشاين بشكل كويس شوط التاني كان الرتمة اقل شوية لحد التغييرات بدأ شكل اختلف شوية كتعليمات كابتن را عبدالعال ايه بنشطين رضوش حتى بقى لا التعليمات لنا كان عايز يلعب على المساحات فنزل بيكلي رقم عشرة وانا وكريم على الاطراف فلنا عايزين نلعب على السرعات دلوقتي الملعب كان هما بدأوا يهجموا شوية ويطلاع عشان يجوا في الماطش يعني يتعدلوا فكان فيه مساحات وراء فدي اللي اشتغلنا عليها والحمد لله يعني ربنا كرم بجول وبينا 2-0 يعني يعني هكيد هيكون في توقف للدوري الفترة القادمة اللي بطول الكأس العرب هيكون الأجواء فيها مش هزاي فريق الجونة كابتن رضو اتكلم معاكو على ان هيكون في معاصكر ليكو الشكل العام مش ازاي طبعا هكيد في معاصكر لينا في الفترة دي هكيد هناخد أجازة الاول ونرجع هنبدأ نشتغل على حاجات كتير طبعا احنا ليس انت تعارف دايما في قول الدوري الرتم بيبقاش علي اللي موجودة ونبدأ نشتغل أكتر عشان نوصل اللي احنا عايزين نوصل اللي استنادي ان شاء الله رديم بنسبة كم في المعنة دا كل نهاردة لا طبعا انت عارف المكسب كويس المكسب حتى لو في حاجات صغيرة الكابتن ريدا ان شاء الله يعني يبدأ يزباطها معنا لكن المكسب مهم جدا بيعاوض السلبيات اللي موجودة اللي جابيات كانت أكتر النهاردة الحمد لله تشايف بنلعب كرة كويسة من تحت بنحاول نشتغل على سيستم معين محتاجوا وقت عشان نزباطه وربنا يكرم ان شاء الله يا عموري باشكرا جدا انا فبروك ليك ربنا يخليك مسي جدا شكرا يعني زميل عزيز محمد غانم دا كان لقائي مع عموري واحد من نجوم المباراة وصاحب الهدف الثاني في مرمى استرن كومبني نحن 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 نح